على ذكر كلامي مع زملائي الأعزاء عن العاصمة الإدارية وجلالة السلطان هيثم بن طارق لما راح هناك وشاف وما إلى ذلك أنا بفتكر أنه من ستة شهور كنت بتفرج على فيديو عاملوا واحد رجل أجنبي يعني خواجد وكان حطوا على تيك توك وبعدين كانوا بيتكلموا أنا أظن الكلمة في الحكاية دي قبل كده بس بفكرك بيها بقى على هامش هذه الزيارة أنه الرجل وهو بيعلق على الفيديو والصور ومش عارف إيه وحاجات زي كده والحاجات المصورة توسيقية لما يجري من أعمال في العاصمة والحاجات البلدرون الرجل قال جملة جميلة جدا قال أنه المصريين مش بس بنوا أكبر حضارة قديمة في العالم ولكن على ما يبدو ده نص كلامه وهتلاقوا موجود يعني مشهور جدا الفيديو اللي هو معمول على تيك توك ده ولكن على ما يبدو أنه أبناء هؤلاء المصريين القدماء ما زالوا يستمرون في بناء الحضارات حتى الآن ومجابش بس بقى العاصمة لا ده جاب العاصمة وجاب بقير وجاب حاجات كتير جدا من اللي حصل عندنا في مصر لهذا السبب بالتحديد كنت بتكلم مع زميل عزيز محمد عبدو على عقبال ما احنا كمان فعلا نرى نشوف انت عارف كده فيما يقولك زامر الحي لا يطرب فعلا زامر الحي لا يطرب يعني سيادتك تاخد بعضك تتفرج على الحاجات دي بره ترجع منبهر قوي وفرحان ويا سلام لما يبقى عندنا الحاجات دي ليه ما يبقاش عندنا مدن بالشكل ده وليه ما يبقاش عندنا شوارع بالشكل ده وليه ما يبقاش في عندنا مثلا دار اوبرا ومش عارف مراكز ثقافية ومدن فنون بالشكل ده إلخ 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 ولما بقى عندك ده وبأديك تقولي احنا بنعمل الكلام ده ليه والله يا جماعة أنا شايف أنه يعني كان في حاجات تانية أولى بكتير ده هتفكر حاجات أولى إزاي إيه اللي أولى من إنك إنت تبني البلد من أول وجديد